بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. مع ده اخرى من الادنس اللي حمكن نضيفها لرفت ولها مزايا حلوة. ده اسمها موديل ريفيو. بتعمل ايه? ده بيبقى في ملف في الحاجات للبيع ايه الستاندرد. بيعمل مقارنة بينها وبين الملف اللي انا شغال عليه. فيقول لي الملف دوت في حاجات نقصة فيه بش مطابقة للبيع ايه 100% وبعد ما بعمل منج لي بيدخل على شك. وابدأ اعمل فحص. يعني منج بابدأ اقول له اني ملف اللي هتعمل فحص وتعمل فحص فيه بالزبط. اللي تشك بيبدأ يعمل عملية الفحص. دي اداة من الادوات اللي احنا جايبينها بمواقع اوتو ديسك. اداة رائعة حقيقة لان انت بتأكد ان شغالك مطافق المصفات 100% وهو ده الغرض من شغالي عرفت ان احنا نعمل بي اي اي ام اللي هو بلدنج من فرانشا مودلينج. يعني نموذج. كيانك انت شايف المبنى قدامك على حقيقة. آآ وده بيساعد كتير جدا ان الراجل اللي هو العميل يبقى شايف الحاجة قدامه فبفاهم ايه اللي هو مطابق المصفات معيه وايه اللي مخالف المصفات. آآ ده اوتو ديسك ريفت موديل ريفيو فبحدد اني ملف اللي انا عايز يعمل منه اللي تشيك الملف اللي هو الاصلي. بختار اي واحد. دولي حاجات دي كله انا نزل معيه. تمام؟ نقول له اوبين. وابده اشوف المصفات. الديتيلز. الفلتر. ايه الحاجات اللي هو هتأكد منها؟ تمام؟ دي ينصح ان انت ما تغيرش فيها غير لو انت عارف الحاجة دي مسلا من غير مطابقة للمصفات اللي موجودة في بلدك. حاجة انت تكون واسك منها ومتأكد منها. بعد كده هروح لزرارتين اللي هو تشيك. وقول له خد مسلا اي ملف من دول. هو ده اللي انا عايز اعمل مع مقرنة. مع الملف اللي هو كانت موديل. فهيعمل مقرنة بينهم. وشوف ايه الحاجة اللي هي حاس ان فيها اختلاف. بيجيب لي بيقول لي دي فيها مشكلة. تمام؟ فقدر ان انا احلها اقول له فيكسيد. او ان انا عارفها فين واعملها انا يدوي. تمام؟ بس يعني جاست ان انا عرفت المشكلة. دي هتحلل كتير. اتمنى اللي ده تكون مفيدة بالنسبة لكم. وانتو تستخدموها وتشوفوا اه الشغل بتاعكم طلع سليم ولا اه وان شاء الله طلع كله سليم. اخوكم مع مرسلين. اشتركوا في القناة